دلوقتي وانا بكلمكم سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية بيكتمع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة في هذه الاسناء قدام حضراتكم هو سيد الرئيس مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بكامل هيئاته بكامل هيئاته احنا يعني انا مع حضراتكم من الساعة 11 ان شاء الله الاجتماع قائم شغال مستمر مخرجات هذا الاجتماع هنقول لحضراتكم اذا يعني تيصفر لنا في اسناء الحلقة وإلا بعد الحلقة هيبقى عبر خدماتنا الاخبارية المتنوعة لكن دلوقتي حالا في هذه اللحظة الرئيس بيكتمع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بكامل هيئاته ليه ليه بيكتمع الرئيس هو محتاجة يعني بيكتمع الرئيس مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية لمناقشة الوضع في السودان انتو يعني فيه ناس بتسأل هو احنا فين؟ هو القوات المسلحة فين؟ هو الجيش فين؟ خلينا اقول لك وقول لحضرتك ثقوا تمام الثقة ان القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية المصرية بتتعامل مع الموقف بمنتهى الدقة والحرفية والوطنية لما يحقق مصلحة هذا البلد لو اتفكر ان احنا قاعدين منتظرين الاحداث تحصل وبنتابع وبنشوف اللي هيحصل وخلاص لا مصر قيادة السياسية المصرية قوات المسلحة المصرية الاجهزة الاستخباراتية المصرية الجميع بيتحرك تحركات مدروسة تحركات متناغمة تحركات قانونية لحماية الامن القومي المصري